اقام معهد الكويت للمحامة والدراسات القانونية حفلة تكريم لكوكبة من الخريجين الجدد الذين اجتازوا الدور العلمية والعملية حيث بلغ عددهم 130 محامي ومحامية ولعل من المناسب في هذا المقام أن نذكرهم بأنها أمانة شاقة وثقيلة وتتظلب منهم الصبر والمثابرة وسعة الصدر والسعي وراء المعلومة الغانونية الصحيحة وقوفكم في هذه المهنة هو وضعيتكم لأساس من سبقوكم بالعمل في مجالس الإدارات السابقة ومن وضعوا هذا البرنامج حتى يحظوا بمحامين ومحاميات يرتقون بهذه المهنة حتى يوصلوا رسالة جمعية المحامين وأهدافها إلى المجتمع ولكن أي القضايا التي يفضلها المحامون الجدد في عملهم المهني؟ إن شاء الله ستخص بإنترناشنال لو جميع الفروع اللي هو تجاري وجنائي وأحوال شخصية فكل واحد هو الشيء اللي حابه شيء اللي يميله أو شيء اللي عرف له أكثر فيتخصص فيه أنا حابة صراح القانون ككل طبعا راح أختص أكثر شيء للقضايا الجنائية أنها تحفظ أرواح الناس وتقيهم من الحبس ومثلا العدام أو المؤبد أفضل أني أتخصص في القضايا التجارية أكثر والمدنية ميول لي لأكثر يعني أم يلحق هالجانب من القضايا أكثر؟ نتخص إن شاء الله أحوال شخصية والله يعني ميول وحب أحس أني فاهم أكثر أحوال شخصية يعني تجنب الأمور الثانية لكن إن شاء الله نسعى فيها كلها لكن تخص إن شاء الله أحوال شخصية بإذن الله ميولي أكثر يعني للأحوال الشخصية وفي القضايا المدنية أفضل من الجنائي ميول في الجنائي يعني طييف شوية بالجنائي بإذن الله راح أختص بالقضايا التجارية لأنني أحس أني أميل لها أكثر من القضايا المدنية والجنائية أحسني متعمل بالغضايا التجارية أكثر من الغوانين الثانية أو الغضايا الثانية